اشتركوا في القناة أمرك يا سيدي خذ خذتك يا سيدي نعم صحيح نعم طبعا ماذا قلت لك بشأن ركل القرى داخل المتجر؟ لكن أمي لقد أتلفت لبروكلي سلفا واسحقت الجزر الأبيض اذهب والعب في المتنزه حاضر أمي بسرعة لا أعلم كم من الوقت سيصمد لا حاجة لإصابة بالذعر يا سيدي وصل فريق الإنقاذ لدي سنوات من الخبرة في هذه الحوادث أنا مستعد وقوي كالعادة ألا يجب أن نبدأ بإنزاله يا سيدي ماذا؟ نعم بالتأكيد استعدها لرفع السلم ألا يجب أن نثبت السيارة أولا يا سيدي؟ نعم نعم ذبتها آه ضربة قوية ماذا؟ آه لا لقد علق رأسي النجدة ساعدوني ليساعدني أحد ما النجدة إلى اليسار إلى اليمين سامي ألأسعد ليساعدك أستطيع تدبر الأمر شكرا يا سيدي لا تقلق يا فتحي إهداء سأنزلك في أسرع وقت ممكن هذا يذكرني بالمرة التي علق فيها خروف فوق برج مرتفع كنت مرا من هنا ورأيته هكذا أوه ألا تستطيع هز رأسك وسحبه؟ حاولت يا أمي المشكلة في أذني أوه محصن أنت مثيل للمشاكل أكثر من قرب حان الوقت لنتصل بالإطفاء سامي أوه سامي لست متأكدا من أنني أستطيع فعل هذا آه سيد أيمن أرى أنك تنفذ الجدريب اليوم أحسن لكنني لا تقلق يا أيمن ستكون بخير نعم ما عليك إلا أن ترفع إبهامك مشيرا إلى فهد وستنطلق عندها ماذا؟ هكذا؟ كنت أجرم فقط أوقف أه أه أ لك أستطيع أن تجعلها أكثر إثارة؟ مدأت أصاب بالدوار أحب أن أجعلها تطير هكذا بذلك كنت تنفيذ بعض الحركات البهلوانية دعني أره توقف راقد هذا ماذا فعلت الآن؟ ما كان يجب أن يحدث هذا هذا صحيح وطائرة المحطمة؟ لا مشكلة نستطيع الصعود وإحضارها لا يا محسن فالأخصان مرتفعة كثيراً ليس إن استخدمنا تلك الأخشاب إن كومت هذه الجذوعة فوق بعضها فإننا نستطيع استخدامها للوصول إلى الغصن المنخفض هل هذا آمن؟ بالتأكيد وكيف لنا أن ننزل طائرتك بغير هذه الطريقة؟ إنها ليست ثابتة تماماً سأسعد وأساعدك المكان مستفع جداً لما أصغي إليك دائماً رغم أنني أعرف ماذا سيحدث لا أستطيع النظر أيمان لا يمكنك إمقاذ دولي إن كنت لا تنظر إلى الأسفل أبعد يديك عن عينيك يا أيمان فأنت تبدو مضحكاً جداً لا أريد أن أنزلها النجدة النجدة نجد ومن هذا الصراخ ففهد ليس في مركز الإنقاذ أستطيع أن أرى من روحيته في قسم الأدفاء هناك أعلم عرفت خطرت لي فكرة لا يا محسن سئمت من أفكارك الرائعة لذا سأنفذ فكرتي أنا هذه المرة أسرع إذن فهدايا تؤلمانني كثيراً سأرسل رسالة استغاثة إلى مدينة الأحلام بطائرتي هذه لا يسمح لك بجعل الطائرة تطير في مدينة الأحلام لكنها حالة طارئة وضرورية يا محسن النجدة أمزلوني محسن وفاة لم يبقيا هنا لكننا سنبقى لن أتقدم خطوة حسناً لنرتح هنا قليلاً ظننت أنكم متقدمون علينا وكذلك نحن لأن هناك لافتات قادتنا إلى الاتجاه الخاطر غريب وصلنا إلى هنا دون مشاكل آسفة سامي سنكون في المركز الأخير السباق لم ينتهي بعد يا ليلة ومن يعلم ماذا سيحدث؟ لا أستطيع المشي كما يجب علينا أن نعود ماذا؟ ونخسر أخبرت كيافات أريد اسمي فوق تلك الكأسة ما الأمر؟ قدمي أنا أتألم لا أستطيع فك الحبل علينا أن نصرخ ليساعدونا أتشده 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 طريق؟ هذا ليس صحيحاً تماماً حسناً إن لم تضيع محسن غانم كنت تغش كنت تغش صحيح؟ أجب أجل يا أمي لا أستطيع فك هذا أتشده وليس معنا أي هاتف يا ليلى يجب أن نعود جرياً سيستغرق هذا أسبوع كثيراً ليس وأنا في هذا المزاج السيء هيا سامي ستجد الكثير في متجر الصغير ستجد الكثير في متجر الصغير ستجد خبية شخص المفروض أن يصلوا وأن نراهم هنا قريباً إنهما عيمن وفنش يدهما وشرف صار وفارس ماذا؟ سامي وليلى؟ إنما كنت مهما في أنفعه متقاربون جداً سيتهي أسمعوا بالتعادل ما لن؟ لا 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 أصدق سامي وليلى آلة سباك السيخان الثلاث يرى الروع لقى المجاح يلعهم السباك الجميل أحسنتما أحسنتما اقبلا هذا الكأس مني يمكن للكأس أن تنتظر يا سيدي لدينا حالة طارئة في المستنقع ماذا؟ محسن لواء كاحلة سأجعل فهد يقابلكما هناك حسنا يا محسن ستذهب معنا في جولة قصيرة شكرا يا سيدي أماني المسكينة هل أنت بخير أماني؟ أنا بخير مجرد عطاس آسفة أيها القد شكرا شكرا لا مشكلة تبدين متعبة جدا أماني اذهبي وارتاحي إنها عطلة سامي ويحتاجون إلي في القسم إنه مجرد عطاس بسيط هيا يا أيمن هيا لنعد انتهت الأزمة الآن من يريد صيد السمك معي؟ أنا يا أبي نعم أرجوك مهلا علينا التخلص من هذه النفايات بشكل مناسب ها هي شكرا هل الجميع مستعد؟ ما ذاك الدخان يا أبي؟ هل تأكدت من أنك أطفقت الفحم جيدا يا عزيزي؟ سلة مهملات احترقت في مطعم السمكة الذهبية حالة طريقة أخرى من المؤسف أنني في عطلة ولكن يجب أن أنهي هذا الحفر نعتذر عن طلبكم ثانية لا مشكلة توجد صينية شواء هنا لكني سكبت دلو ماء فوقها لأطفئها من الأفضل دائما أن تتحقق من إطفائها على سبيل الاحتياط أيمن حالما تعود إلى قسم الإطفاء قدم لأمان العسيرة الساخنة بالعسل لو سمعت فكرة جيدة سميحة البحر خان يا أبي لم نصطد سمكة واحدة حتى دعونا نغير المكان هاي لقد صطدت شيئا يبدو أنه صيد كبير لنسحب معاً هيا مظلة؟ أليس هناك مظلة عندما يهبط؟ لا محصد خانم إنه يتجه إلى الشارع الرئيسي بسرعة يرفض الجديد قال الشارع الرئيسي سبيحة أطلب المساعدة سأتصل بالإطفائي سامي صاروخ خارج عن السيطرة يتجه إلى الشارع الرئيسي أجيب يا سامي هناك صاروخ يتجه إلى الشارع الرئيسي هذا ليس تدريباً لا تطلق الصاروخ قبل أن نعود يا فتحي من الجيد أننا تدربنا على هذا صحيح؟ نعم لكن من أين جاء هذا الصاروخ الثاني سامي؟ من الفضاء الخارجي؟ هذا الصاروخ يحمل اسم محسن غانم عليه أوه لا ما تجري ما حسن رأيت ماذا فعلت يا للعجب ما هذا؟ أيمن جهز خرطيم الماء أماني أبعد الجميع حسنا سامي ليتراجع الجميع لطفاً فقد يكون الصاروخ خطيراً آه هذا هو صاروخك إذن يا محسن؟ لا نعم كانت مجرد حادثة حسناً لكن علي أن أعلم كيف صنعت صاروخك هل هو مصنوع من موادك خطيرة؟ لا أذكر أبداً لم أنجز إلا ما كتب هنا وأضفت المزيد من كل شيء أم تأكد من أنك لم تضع شيئاً آخر فيه؟ وضعت تلك المواد فقط الكثير منها إنه مجرد صاروخ بسيط كل ما في الأمر أنه كبير أعتقد أن كل شيء سيكون بخير أنا آسف ظننت أنني أستطيع صنع صاروخ رائع كصاروخ فتحي فتحي أمضى سنوات يتعلم كل شيء عن الصواريخ وكيفية صنعها ليس شيء أن تتعلمه في يوم واحد أعرف يا سامي وقد أفسدت الآن إطلاق صاروخ فتحي أيضاً ليس تماماً عندما نتأكد من سلامة المتجر سيكون هناك وقت لنتجه إلى الجرف أشكركم على حضوركم لرؤية صاروخي وأشكر فرقة الإطفاء على وجودها هنا وحرصها على سلامة الجميع في مدينة الأحلام العفو لذا كل ما تبقى لي لأقوله خمسة أربعة ثلاثة اثنان واحد انتبه آه كنت أذهسهما أتسأل إن كانت الحالة الطارئة متصلة بهذين الخاروفين ألديك فكرة عن مكان فاتن ومحسن؟ قالت فاتن إنهما في الحقول شمشوم يريد مننا أن نتبعه سأخذ سيارة الإسعاب ربما تأذيها آه 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 أنت ديسامي تلك شاحنة فاتحي أحسنت صنعاً يا شمشو لقد فعلتها فاتحي هل أنت بخير؟ أنا بخير هنا لا أستطيع الخروج فقط باب مقعد الراكب عالق أوه فاتحي حسناً تراجعوا جميعاً إلى الخلف أماني مدي خرطوم الماء حول مقدمة الشاحنة في حال احترق شيء سنضطر لخلع الباب لمحررك يا فاتحي أماني أحضري أداة الخلع كيف حدث هذا؟ هنا لابد أن السبب هو خروفان هاربان نعم كنت أحاول جمعهما في حذرتهما بشمشوم صحيح؟ أخبرتك أنه ليس كالبراعي أعلم هيا فاتحي أعطني يدك شكراً سامي يا للهول ليتني أستطيع جعل الأمور أفضل سأتصل بقسم الإطفاء لأحذرهم بشأن الخروفين ماذا؟ الآن؟ أنباء جيدة السيد فتحي كان في ورطة وهو بأمان الآن شمشوم أحسن صلعاً إنه بطل قال سامي شيئاً عن خروفين هاربين سيدي الفواق لقد انتهى قال فتحي يعالج بالقوف محسن غانم علقة في البئر حسناً هناك صبيون في البئر المجاور لطريق الوادي بسرعة يا سامي ربما ينقصه الطعام لن نستخدم السلمة للنزول إلى البئر لا يزال في أعلى برج التدريب وإحضاره سيستغرق وقتاً إذن عليك الإنزلاق لأسفل البئر يا سامي حظاً طيباً خذ يا محسن كي تحافظ على قوتك آه شكراً يا أمي مكاد نصر يا أماني إنه سامي لقد جاء أخرج يا سامي قل إنك ستفعل بالطبع سأفعل يا ليلى حسناً يا أماني أربط الحبلة إلى تلك اللافتة وأنا سأتفقد محسن حسناً يا محسن اهدأ سأنزلق إلى أسفل البئر حتى أخرجك حسناً يا سامي كن حذراً سامي أوه أليس شجاعة يا قد أوقعت كل نقودي لا تبالي لذلك يا محسن محسن ما الذي أنزلك إلى البئر؟ آسف يا أمي لم أستطع الانتظار حتى يوم ميلادي لأشتري لوحة زلج سمعت أن البئر مليئة بالنقود ففكرت في استحدامها لشراء واحد أوه أنت عديم الصبر يا محسن غانم أعلم آسف كل ما في الأمر أنني أحببت لوحة زلجي ولهذا اشتريت لك هذا شكراً يا تامير ولكن محسن هناك شرط واحد اللعب ممنوع وخصوصاً التزلج داخل متجار أمك لن أفعل أعدك يمكنك فعل ذلك يا أيمن هيا تشجع أنا أتعلق وأمطر إلى الأرض سأهبط بالطول وبالأرض أهلاً أحسنت فرعاً يا أيمن بقي شخص واحد عليه الانزلاق كلب ينزلاق هذا لا يصدق ليس شمشوم وإنما أن أنا في الأعلى لقد قلت إن هذا جوهري لرجل الإطفاء العصري وذلك نفتات قادتنا إلى الاتجاه الخاطر غريب وصلنا إلى هنا دون مشاكل أوه آسفة سامي سنكون في المركز الأخير السباق لم ينتهي بعد يا ليلى ومن يعلم ماذا سيحدث لا أستطيع المشي كما يجب علينا أن نعود ماذا؟ ونخسر أخبرتك يا فاتن أريد اسمي فوق تلك الكأسة آه 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 ما الأمر؟ آه قدمي أنا أتألم آه لا أستطيع فك الحبل علينا أن نصرخ ليساعدونا النجد 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 ستجد الكثير في متجر صغير ستجد الكثير في متجر صغير ستجد الكثير في متجر صغير آه طه حسين هل أنت بخير؟ آه قصت في قدمي وهي تؤلمني هل أضعت ما الطريق؟ هذا ليس صحيحا تماما حسنا إن لم تضيع محسن غانم كنت تغش كنت تغش صحيح؟ أجم أجل يا أمي آه لا أستطيع فك هذا وليس معنا أي هاتف يا ليلة يجب أن نعود جريا آه سيستغرق هذا أسبوع كثيرا ليس وأنا في هذا المزاج السيء هيا سامي ستجد الكثير في متجر صغير ستجد الكثير ليلة في متجر صغير ستجد الكثير كبية قصاش المفروض أن يصلوا أن نراهم هنا قريبا إنهما أيمن وفتح يديهما وشرفا صارع وفارس ماذا؟ سامي وليلا؟ إنما كنت أخطئا فهم متقاربون جدا سأنتهي سمعوا بالتعادل ما أهلا؟ لا 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 أصدق سامي وليلا ألد سباك السيخان الثلاث يلال روح لقى النجاح يلاله من سباك الجميل أحسنتما أحسنتما اقبلا هذا الكأس مني يمكن للكأس أن تنتظر يا سيدي لدينا حالة طارئة في المستنقع ماذا؟ محسن لواء كاحلة سأجعل فهد يقابلكما هناك حسنا يا محسن ستذهب معنا في جولة قصيرة شكرا يا سامي هذا ليس عدلا محسن يغش ومع ذلك يركب مروحية رائعة مهلا اركبي يا فاتن هاي آه رائع كنت محقا يا محسن قلت يا محسن لكني أسمع صوت ليلة محسن النجدة ولدي اختفى أتعتقدين أنه ذهب ليبحث عن وديه؟ أوه محسن يحبه لا تخافي ليلة أنا متأكد من أن أيمن وأماني سوف يجدانه وسأبقى ليسليكي أوه شكرا يا تامر لكن محسن يحتاج إلي سأأتي معكم حسنا نيلة لكن يجب أن ترتدي سترة النجاة من أماني إلى سامي أحتاج إلى مساعدتك لأن محسن غانم وسط الفيضان أعتقد أنه قرب الحقول حسنا سأبقى هنا إذن استمر في البحث عن مش مش لو سمحت سأفعل يا سميحة أجل سأفعل حسنا الجميع على القارب أفسح مكانا يا مش مش سأخذك قريبا إلى مكان آمن والآن لا تتحرك من مكانك النجدة النجدة وديع عد سقط صميا عن القارب هل نمسح هذه المنطقة ثانية سامي؟ لا داعي انظر إلى الأسفل هناك من سامي إلى أماني محسن في الحقل الكبير إنه في الماء أسرع قدر الإمكان شكرا سامي أمي 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 يا جنزي الغارق أمسكت بك محسن أين وديها ها هو كان عليك أن تبقى في الداخل وأن لا تخرج أبدا فالفيضان أمر خاطر جدا يا فتا آسف يا رئيس قسم الإطفاء سليم نعم ولكنك كنت جريئا جدا عندما أنقذت مشمش والخروفين نعم هذا صحيح أليس كذلك مشمش؟ حتى لو اضطررنا لإنقاذك في النهاية هل عثر أحد ما على قارب الصيد؟ لا ولكن بما أن المدى حسر نستطيع البحث عنه نعم ويستطيع الجميع أن يعودوا إلى بيوتهم أو حقولهم في الحال ماذا؟ أنظر هناك نعم أفضل من البقاء عالقين خلف شريط على بعد أميال من الإثارة إنها حالة طارية حريق مشتعل في كل مكان لكن أتخافوا ها قد جاء كل من سامي وأماني وأيمن إلى الإنقاذ هذا مذهل ومثير تحرك يا فارس لنقترب أكثر أسقط لا أستطيع التحرك سيحتاجون إلى مساعدة جوية آه إنه فهد في مروحيته آه آه لا 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 آه 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 أمزكت بك يا فارس النجدة 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 آه 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 آ سيداتي وسادتي وهو محسن غانم ينزل من مروحيتنا مكللاً بالخزي ماذا كنت تفعل هناك؟ تكلم يا فارس آسف كانت فكرتي فقد ظننت أننا سنرى عملية الإنقاذ رؤية أفضل من هناك أنت من أصبح موضوع عملية الإنقاذ الآن فهمت السبب الذي يجعلنا نضع السلامة أولاً هو أن قسم الإطفاء مكان خطر للصبية أحسنت يا سيدي يومك المفتوح حقق النجاح الكبير نعم لقد شوها شمشون فردة الحذاء حقاً أتساءل لمن هي؟ إنها فردة حذائك سيدي حذائي؟ استقدمتم حذائي؟ لكن كيف؟ سيد أيمان امتهت المشاكل أخيراً سأعود إلى العمل نعم وحان الوقت لأقوم بأعمال البسيطة النجدة لقد علقت مخزن شخص آخر في ورطة النجدة أمي لا أستطيع تحرك فدمي أبداً آه عجباً ماذا فعلت الآن؟ هذا الأسمنت سريع الجفاف يحتاج إلى دقائق ليجف لا تقرق يا محسن سوف أخرجك محسن غانم متى ستصبح مهذباً؟ آسف أمي أوه لا أطلب إلا السكينة والهدوء هذا صوت إنذار حريق وذاك دخان ناجم عن حريق آه متجري سأتصل بفرقة الإدفاء توقفي ليلى يجب أن لا تدخلي مبنى يحترق أبداً سأذهب إلى البيت وسوف أتصل بهم من هناك هذا سيستغرق وقتاً سأذهب وأحضر المساعدة بسرعة سامي مرحباً أيها الإطفاء سامي كنت فقط آسف يا فارس حالة طارئة سأعيد هناك رائع أنا لا أفهم ظلنت أننا لن نتوقف عن العمل اليوم هذه ليست طريقة اللائقة يوضي بها رجل الإطفاء عطلتها لا وقت للشرح يا سيدي هناك حريق في متجر ليلى حريق؟ وأخيراً بدأ العمل انتظروا مهلاً لم يقرع الجرس آه سأجرب ركوب دوح التسلج أوه حمداً لله أنك عدت سامي موزحين انظروا إلى كل ذلك الدخان رائحة طلع تلك رائحة المروج أيمن تقطع الكهرباء عن المتجر حسناً سامي من المؤسف أن رائحة الحرائق ليست منعشة كهذا الحريق حسناً أماني عليك الصراخ بصوت أعلى بقليل النجدة النجدة ليساعدني أحد كل ما علي فعله هو الضغط على هذا الزر هيا يا فاتن افعليها لا لا تستطيعين فعلها أنت خائفة آه ليس لأنني لا أستطيع أن أطلقها محسن بل لأنني لا أريد يعني أنني لا أبالي إن كنت تظنني ضعيفة النجدة آه آه اسمك هناك من يسرخ النجدة لقد علق النجدة السمت قادم من الجر هيا بنا النجدة النجدة اتها أماني حمناً لله أنكم هنا لقد علق على أحدنا أن يطلب المساعدة انتظري لحظة ماذا تحملين بيدك آه عصى استغاثة ماذا يجب أن لا تلعب بها لقد وجدناها وكنت سأعطيها للإطفاء سامي أحسنت ولكني بحاجة إليها الآن فاتن أيمكنك رميها إلي أنا آه حسناً آه 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 رمية رائعة يا فاتن آه 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 عجباً ما هذا أين ذهبت العصى آه 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 الاستغاثة آه آه لقد انطلقت من الجرف سأتصل بالإطفاء سامي آه 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 نور استغاثة انطلق من الجرف آه آه رأى فاتن رستغافا يا سامي لابد أن أحداً ما في ورطة سيقابلك فاتنك بالمروحية آه حمداً لله جاء فاتن جاء الإطفاء سامي شكراً لكم أمضيت وقتاً في التخطيط له ويشرفني القول أبي أبي كومة الأسميدة لا تقاطعين فاتن يشرفني القول إن كل عمل الجات هو أبي أظر إنها تحترق آه أنا لا أصطق هذا آه اتصلوا بالإطفاء سامي آه 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 الأسميدة تحترق في منزل فتحي آه 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 ليس هناك أحد إلا أنا وأنت الآخران ذهبا إلى عرض الورود نحن ذاهبان إلى هناك أيضاً آه هيا تراجعوا جميعا اتركوا الأمر للمحترفين سامي وأماني في طريقهما إلينا اتركوا الأمر للمحترفين شكرا جزيلا لكم يا سامي وأماني لم أكن أعلم أن كومة الأسمدة ستكون خطرة لهذا نصحت فتحي بتقليبها دائما حتى تبرد فتحي؟ نعم صحيح فاتن ظلت تذكرني ولم أستمع كنت أظن أني أعرف ما أفعله للأسف لكن كيف بدأ الحريق واحد؟ عندما أخرج فتح الكوسة خلف فجوة الأسمدة كانت حارة جدا أصلا وعندما دخل الهواء الفجوة تسبب بالحريق أعتذر من الجميع أردت لهذا العرض أن يكون ناجحا والآن أفسدت كل شيء لا أبي لم تفعل آه ابنني لابا من فهد إلى الإطفاء سامي هل تسمعني؟ أسمعك بوضوح يا فهد حددت موقع الحافلة إنها عند المعبر يبدو أن تامر انحرف عن الطريق وعلق المكان موحل جدا هناك شكرا يا فهد نحن في طريقنا آمل أن يكون الجميع في الحافلة يمكن للمرء أن يضيع بسهولة نعم لا يمكن أن أجول هناك أبدا في النهار فكيف في الليل؟ أسمع صوتا مروحية فهد هنا أنا هنا أرجوك لا يعلم بأنني تهد محسن؟ هل تحاول وخافتي؟ هل تحاول وخافتي؟ أوه سامي الآن فقط أشعر بالإتمانات حسنا سوف نعيدكم إلى الطريق أين تامر؟ يطلب المساعدة يا لشجاعته ترك الحافلة؟ سأقوم بالاتصال به لا توجد تغطية قد يكون في أي مكان أيمن أربط حبل القطر بالحافلة وسأتصل بفهد حاضر سامي فهد أنا سامي السيد تامر في مكان ما سنحتاج إلى مساعدتك في إيجاده لا تقلق سامي أحتاج إلى شخص آخر معي لا تقلق اعتمد عليه أصلا سامي جاهزون الآن فليس لدينا شائف لدي كلب كلب كبير أترى واو ماذا؟ شواء تامر أشعر ناراً في شجرة في الغابة؟ حريق في منطقة التنزه أرجو أن تكونوا جميعاً قد اتبعتوا لدرسي هذا الصباح حسبني أيمن يبدو أنك ستأكل السجقة في وقت أبكر مما ظننت أبن أن يكون قد تبقى منه شاك سنحتاج إلى خرطومي ماء لإطفاء هذا الحريق حسناً سامي والآن يا أيمن افتح الماء سامي انظر هناك واحدة من قوارين الغاز قد تتجل في أي لحظة أحسنت لأنك رأيتها هيا أبطل جميع بعيداً بينما نسيطر على الحريق يا أيمن حاضر سامي هيا تراجحوا جميعاً من هنا أماني استمري في رش الماء على عبوة الغاز لتكتيها باردة بينما أطفل ما تبقى من الحريق لا تقلق سامي استمري انتهيت انطفى الحريق هل نستطيع أن نذهب لنرى إن كان قد تبقى أي سجق أو قريدس أيها الإطفاء أي سامي؟ آسف يا محسن فعبوات الغاز يمكن أن تظل حامية لمدة طويلة ولن يكون الاقتراب من هناك آمناً علي فقط أن أخذ ما تبقى من سجقي سأخذ ما تبقى من القريدس لكني أشعر بالجوع الشديد حتى إنني لم أشم رائحة ذلك السجق أو القريدس ربما تقيم الشواء بعيداً عن الأشجار في المرة القادمة وربما تقلل من كمية الفحم تلك أنت محق يا سامي إنها غلطتي أيضاً يا تامر فقد كنت أتباهى قليلاً الآن لا أحد يستطيع تناول سجقي ولا حتى القريدس مهلاً برميل الزيت جعلني أفكر في شيء ما مش مش محاصر في قبو مليء بالماء وفتحي معه هناك أيضاً أخرجني من هنا وسنذهب لإنقاذي على الفعور يبدو أن القفلة عطل أماني محقق لا أستطيع تحريكه أيضاً لكني سأستخدم الفأس لا 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 تقلقوا علي اذهبوا وأنقذوا فتحي سلامة الناس أولاً هيا تعرخوا بسرعة إن كنت متأكداً يا سيدي فهيا إذن لنذهب أمنوا أفتقي آمل أن يكون فتحي بخير أحجاج إلي لكي يغني معي لا تقلق يا أيمن أنا متأكد أنه سيكون بخير اتبعاني حسن إنه في الداخل صحيح؟ فتحي أريد منك أن تتراجع إلى الخلف أنت ومش مش لأنني سأحطم الباب بفأسي فهمت يا سامي اقفز هنا يا مش مش لكي تبقى جافاً يجب أن نغلق صنبور الماء أو نجهز المطقة أولاً كل شيء في وقته أول شيء هو ضمان سلامة فتحي ومش مش فتحي هل أنت بعيد عن الباب الآن؟ أجل سامي أمسك ذراعي يا فتحي أحسنت سامي أوه مش مش أنت بأمان بقيت هادئاً تماماً وفعلت كل شيء على حدة ليتني فعلت ذلك ما كنت تورط في هذه الفوضى لا تقلق على الأقل أنت بأمان نعم شكراً جزيلاً لك يا سامي هيا فتحي لنذهب ونغني أغنيتنا مهلاً يا أيمن كل شيء في وقته أليس كذلك؟ نعم كان علي أن أغلق مفتاح الماء الرئيسي أيمن سيساعدني لإحضار المدخة وضخ الماء إلى الخارج وأنا سأذهب لإخراج السيدة العجوز من الخزانة وبعدها سنلتقي عند رصيف الميناء لنستمع إلى أغنية أيمن وفتحي أغنية أيمن وفتحي أيمن في أغنية أيمن أيمن في أغنية أيمن حياة نحن نتراشق بالك مرحباً يا فهد حسناً تظاهر بأنك تطفئ حريقاً كبيراً أعني حريقاً كبيراً جداً حسناً هكذا هل يمكن أن تظهر الحماسة أكثر؟ أخرجوا حريق هيا خرجوا هذه هي ما رأيك باستخدام فأس الحريق؟ سأنزرق على العبود إذا شد فكرة ممتازة ورائعة لا بأس ستعود إلى مكانك الأساسي حان الوقت يا فاتن سهد أطلق الحبل الآن ودعنا أيها الحب الصغير شكراً يا فهد أفضل أنه سيكون بخير؟ سيكون بخير قد أصبح في مكانه الصحيح إلى اللقاء وشكراً لا مشكلة يا فاتن حسناً يا فاتن لنعود إلى منزلي لنرى من إصطاد مخلوقات أكثر من البرك الصخرية وكأننا لا نعرف سلفاً ماذا تريدين أن تفعلي؟ لا تستطيع الكلام يا فاتن الماء يبدو هادئاً ولكن من السهل الإنجراف عميقاً في البحر لم نكن حذرين سأتصل بالإطفاء يسامي أحسنت يا مش مش ودعاً يا شطيرتي فارس ومحسنت أهاني في البحر بلغنا أن صبيين مفقودان في البحر يبدو أنه عمل المروحيات من المستحسن أن يخرج فات في مروحيته حالاً يا سيدي دعي الأمر لي سامي يمكنك القدوم يا مش مش لابد أن ساميح تتساءل عن مكانك الآن أنا القبطان وقراري أن نجدف نحو الشاطئ لكننا لا نعلم أين هو الشاطئ رقم أبحرنا بعيداً عن اليابسة أوه أمل أن يكون بخير إن كان في البحر سيجده ما سامي ليس لدينا طعام ولا ماء ماذا سنفعل بهذه الورطة يا فارس؟ رجاء أهدأ يا محسن لابد أنهم يبحثون عننا لكن المحيط مكان كبير جداً وسنكون أشبه بإبرة في كومة قش كبيرة هنا هنا نحن هنا هنا أخبار راية سامي لقد رأيتهما لا أعرف كيف وصلا إلى هنا سننضم إليك قريبا شكرا يا فهد انتهى أنا آسف يا سامي نمنا في القارب مذهل رائع رائع للتزحلق أرأيتم؟ أخبرتكم أن هذا سيكون ممتعا تامي عده في وقت سابق حتى يسليكم سأكون الأولى أريد أن أكون الأول رجاء اسمح لي أنا أنا الحقيقة سامي كان ليرينا كيف نفعل ذلك أولا لو كان هنا حقا؟ بالتأكيد قائد الروادي الجيد ينطلق أولا دائما أنت لست حائفا أليس كذلك؟ إن كنت حائفا فأنا أستطيع أن أكون الأول وأكون القائد لا محسن سأفعل ذلك اهدأ يا تامر أنت لا تخاف المرتفعات يمكنك فعل هذا يا فتى يجب أن لا أخذي للأطفال فقط صل سلك الأمان حسنا ها أنا ذا واحد اثنان ثلاثة أهدأ آه 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 النجدة لقد علقت أنزلوني هذه فعلتك وغلقتك أنت يا محسن سأهرأ إلى مركز الإنقاذ الجبلي وأخبر فهد وهو سيتصل بالإطفاء سامي تمسك يا تامر سأحضر لك المساعدة آه فهد فهد آه آه من الأفضل أن أحاول الاتصال وطلب المساعدة آه مرحبان مرحبان الإطفاء سامي الإطفاء سامي من هذا أنا محسن غانم محسن غانم محسن غانم ماذا فعلت الآن يا صغير تامر في ورطة كبيرة في مركز الإنقاذ الجبلي هنا ماذا؟ تامر في ورطة؟ حسنا نحن قادمون لا أستطيع التمسك أكثر لقد اتصلت بالإطفاء سامي وهو قادم حسنا يا تامر أفتت يديك وسيكون هبوطك آمناً ماذا؟ 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 مدهش كان ذلك مدهشاً جداً هل أنت بخير يا تامر؟ أه؟ أظن ذلك شقلبة ثلاثية رائعة ما أروع فعل ذلك؟ ألم يكن تامر لامعاً؟ ما رأيك بهذا يا محسن؟ أنا آسف لأنني شككت فيك يا تامر أردت فقط أن أكون قائد هذه الرحلة وكيف سأنزل إذن الآن؟ سأخبر أمي أن تطلب المساعدة أوه شادي حمداً لله أوه ظلنت أنني لن أرى اليابسة مجدداً انتبه سوف تستطيع بنا أوه الله عجلة قيادة حطمر لا أستطيع التحكم العجلة لن تعمل شادي ماذا عن دفتك تلك؟ أوه لا لا تزال هناك على الشاطئ كلنا ننجرف في البحر أوه لا أحتمل هذا مطلقاً هناك حل واحد فقط سأتصل بالإطفائي زامي مشكلة في البحر؟ آه؟ رسالة أخرى؟ يا للهول لماذا كل هذا؟ محسن وليلا وشادي ينجرفون في الخليج آه انتظراه ورئيس قسم الإطفاء عالق فوق منزل فتحي عجباً أنت سأل وإن كان سيقلع بطائرته؟ أنا وأماني سنأخذ فينس وننقذ من في البحر أيمن خذ جوبيتر واذهب إلى منزل فتحي حاضر سامي أستطيع رؤيتهم، هيا بنا أماني سامي أماني سأتولى أمر الزورق يا أماني وأنا سوف أسحب قارب شادي محسن، ارمني حبلاً وسأربط الزورق بقارب شادي حسناً يا سامي، وأنا سأربط قاربك بقاربي سنكون عند الشاطئ قريباً أنا في شوق لأضع قدمي فوق اليابسة لا تقلق سيدي، سوف أمزلك بسرعة لا لا، سوف أثبتها سيدي، هل أنت بخير؟ طبعاً أنا بخير، أنا بخير مجرد روتين يومي، أختبر الطائرة الورقية أتريد مني أن أخذ هذه إلى ابني أخيك؟ بتأكيد لا إنها، إنها لي لا شيء يدعو إلا الخجل يا سيدي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر